دعونا الآن ننتقل لموقع صحيفة العرب ونصلط الضوء على مقال للكاتب أنور التميمي بعنوان الأذرع الإيرانية اشتراطات الولاء المذلة وبدأ الكاتب مقاله بالقول تترك أو تترك الأنظمة والدول التوسعية لأدواتها وأذرعها الخارجية متسعا للتموضع في دائرة المحيط الوطني ولو من باب المخادعة الضرورية لتمرير الأهداف والمهام المكلفة بها هذه الأدوات والأذرع وحدها إيران تعمل على سلخ أدواتها الخارجية عن دائرة الانتماء الوطني لبلدانهم ولم تترك لهم متسعا للتموضع الذي تتطلبه مقتضيات التأثير على المحيط الذي يشتغلون فيه واستطرد كاتبنا قائلا الإصرار الإيراني على إحراج صنائعها مقصود لأن المهام المكلف بها هؤلاء محصورة في التخريب وإثارة الفوضى وضرب مؤسسات المجتمع وهذه المهام لا يقبل تنفيذها إلا عديموا الولاء الوطني والمتجردون من الحد الأدنى من الأخلاق والقيم المتابع لحال متسبي الأذرع الإيرانية يلحظ تململا بين الحين والآخر يظهر من خلال كتاباتهم وتصريحاتهم التي صيغت بشكل نصائح وتنبيهات للصانع والمشرف الإيراني المنتسبون نبه المشرفين إلى أن الإمعان في سلخهم عن محيطهم وهويتهم وإرثهم الوطني يفقدهم معظم أوراق التأثير على المجتمع ولكن وكما أخبرني أحد التائبين كان لمركز الموجه رأي آخر رأي ينطلق من منطق استعلائي نابع من عمق النفسية الفارسية الشفينية التي تتعالى على العرب والأفريقيين ولا تقبل بهم إلا أتباع وأشار إلى أن إمعان راسم السياسات الإيرانية في إذلال أدواتهم لا ينطلق من نظرة استعلائية فقط ولكنه ضرورة أمنية تضمن ولاء هذه الأدوات وفق العقلية الاستخباراتية التي تدير هذه الملفات العقلية تعتمد التوريط طريقة لضمان عدم تراجع العملاء عن المهام الموكلة إليهم وتضمن كذلك انتقالهم إلى مرحلة أخرى من مراحل الطاعة العمية وأكمل قائلا المهام الموكلة لهؤلاء تجعلهم في صدام ومواجهة مع مجتمعهم وتاريخ أوطانهم وإرثهم الحضاري وتضع المبتدئين منهم في مواجهات مع ذواتهم التي بقي فيها شيء من ملكة الإحساس بالحرج وربما شيء من الوطنية المترسبة ومثل هؤلاء هم من تضجر وتململ وتمكن البعض منهم من إنقاذ نفسه بمغادرة المستنقع نظام طهران يصنع أذرعه بمواصفات المهام الموكلة إليه وهي مهام محددة في التخريب ونشر الفوضى وتدمير مؤسسات الدولة والمجتمع وهذه مهام يراها النظام الإيراني ضرورة ومقدمة لابد منها للمرحلة اللاحقة وهي مرحلة وضع اليد على الثروات والمواد والسيطرة العسكرية على المواقع والممرات الاستراتيجية الحالة اليمنية نموذجا وختم بالحديث عما تقوم به جماعة الحوثي نموذج صارخ لما ذهبنا إليه فقد ذمرت الجماعة التاريخ والثقافة والهوية اليمنية وقد ذهب قادة الجماعة ومنتسبوها بعيدا في مضمار الارتهان الكامل للمشروع التوسعي التدميري الفارسي ولم يعد بإمكانهم التراجع قيدة أُنمولة أو حتى التوقف عند هذا الحد والمستوى من الارتهان وختم قائلا لم يعد قادة المجتمع ومنتسبوها يشعرون بالحرج وهم ينسفون الهوية ويدمرون الوجدان الجمعي لم يريدهم خجل أو ضمير ولم يردعهم ولاؤهم المفترض للمذهب الزيدي الذي ينتمون إليه وستسلموا بكل بلادة لإملاءات طهران باستبداله بالمذهب الاثنى عشري لم تتحرك فيهم نخوة قبلية مفترضة وهم يتلقون الأوامر باستبدال الرموز الوطنية والقبلية اليمنية برموز إيرانية فالزائر لصنعاء يشعر بأنها لم تعد صنعاء العربية صور المرشد الخميني وقادة الحرس الثوري الإيراني وقادة ما يسمى بفيلق القدس تتربع صدارة الساحات والميادين وصار للغة الفارسية حضور شبه إلزامي في الجامعات والمعاهد ترجمة نانسي قنقر